الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي مقدمة إلى سلسلة تيلر مقدمة إلى سلسلة تيلر أو ما يسمى Introduction to Taylor Sears أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كان وخاصة في زمن الكورونا الذي عزلنا عن بعضنا وهذا أول يوم من أيام عيدة فطر السعيد كل عام أنتم بخير وحماكم الله الرحمن وعلى بركة الله نبدأ الآن نقول عن الدالة أي الدالة؟ أي الدالة؟ أو المعادلة equation نقول عن الدالة أو المعادلة بأنهما أو أنها متعددة الحدود متعددة الحدود بولونوميال إذا تكون صيغتها من عدة قيم مثال عليها هذه الصيغة هذه الصيغة ممكن على فكرة نقول أنه هذه F of X تساوي X تربيع زائل 2X زائل 3 أو على سبيل المثال ممكن تكون Y تساوي X تربيع زائل 2X زائل 3 لا يهمنا معادلة أمدالنا المهم أنه متعددة الحدود لماذا؟ لأنها تتكون من عدة قيم فمثلاً X تربيع هي قيمة 2X هي قيمة و3 هي قيمة وبالتالي الآن لدينا ثلاثة حدود كما يشير السهم الآن X تربيع حد و2X هو حد والثلاثة تشكل حد إذن هناك ثلاثة حدود لذلك تسمى بولونوميال نكمل يمكننا التعبير عن متعددة الحدود بقوة الآن بقوة أرجو الانتباه بقوة من المتغير فيها المتغير هو X لكن نستطيع الآن طرح أو إضافة يعني إلى إضافة إلى هذا المتغير أو الطرح منه أو الإبقاء عليه كما هو أي قيمة مهما كانت صفر أو كمية موجبة أو كمية ثالث شريطة أنه الكمية التي نريفها وبالحالها هي A أن تكون أي قيمة أو عدد حقيقي حقيقي ليس أو من الأرقام الخيالية نستطيع أن نعبر عن متعدد الحدود من المتغير فيها على شكل قوة هذه الآن قوة X سالب X سالب A X سالب A حيث A أي قيمة حقيقية ممكن تكون سطر فنأخذ المثال عن متعدد الحدود هذه الآن متعدد الحدود السابقة التي ذكرناها X تربيع زائل 2X زائل 3 الآن نرغب بالتعبير عن هذه الآن متعددة الحدود بقوة من الشكل X سالب 1 لتحقيق ذلك نفترض بأن W تساوي X سالب 1 W تساوي X سالب 1 ما يعني بأن X تساوي W زائد 1 لأن افترضنا هنا W تساوي X سالب 1 عندما ننقل سالب 1 إلى الطرف الأيسر فتصبح الآن X تساوي W زائد 1 الآن نعوض عن كل X في متعددة الحدود بW زائد 1 بكل بساطة تصبح الآن كما يعني ذكرت قبل القليل هذه الآن هي الدالة أو المعادلة بدل X تربيع وضعنا هذه القيمة W زائد 1 لكن كل تربيع بدل 2 2 تبقى 2 X فيها الآن أصبحت W زائد 1 والثلاثة تبقى 3 لاحظ أنه بدل كل X طبعا نأخذ قوة X بعين الاعتبار وبالتالي تصبح الآن X تربيع زائد 2 X زائد 3 تساوي W زائد 1 لكل تربيع زائد 2 مضروبة في W زائد 1 زائد 3 ثلاثة نكمل الآن عندما نفك القوس بفك الأقواس فليني أوضحها يكون كل شي واضح هنا عندما نفك القوس الأول هو W زائد 1 الكل تربيع نحصل على هذه القيمة اللي هي W زائد 2 W زائد 1 وهذه الآن عندما ندخل 2 على القوس هذا فيصبح 2W زائد 2 وأخيرا الثلاثة تبقى ثلاثة فبتكون النتيجة قبل النهائية اللي هي 6 ساوي 6 زائد 4W زائد W تربيع يعني اخترت أن أضع الرقم الثابت بالأول ثم الرقم ثابت مضروب بW لكن للقوة 1 وأخيرا وضعت W اللي هي لقوة غير الواحد صحيح وتساوي طبعا هنا تربيع أو لقوة 2 الآن نقوم بالتعوير عن W بكل قيم مثل هذه القيم اللي هي W تساوي X سالب 1 كما سأبين بعد الشريحة القادمة هذه بسم الله نعيد كتابة آخر نتيجة اللي هي 6 زائد 4W زائد W تربيع نعوض الآن عن كل W ب X سالب 1 أوكي كما ذكرت حيث أن W تساوي X سالب 1 فإن طبعا اللي هي الدالة تصبح كما يلي 6 نزلت هنا 6 4 نزلت هنا بقيت كما لكن W استعضنا عنها ب X سالب 1 و W تربيع لاحظوا لي أصبحت هنا X سالب 1 لكل تربيع وبالتالي استطعنا أن نعبر عن الدالة الأصيرية بقوة من الشكل البسيط X سالب 1 و X سالب 1 تربيع وهكذا نكمل مثال آخر لنفترض وجود متعدد الحدود الآتية الآن هذه متعدد الحدود X تكعيد سالب 4 X تربيع زائد 5 X سالب 4 هذه الآن كأن نقول F X تساوي هذه القيمة أو دعني أضحها باللون الأحمر حتى أميزها هذه الآن F X تساوي هذه القيمة نريد الآن سنعيد كتابتها لكن نريد أن نعبر عنها بشكل من أشكال قوة X سالب يعني رقم أو عدد معين قيمة معينة يجب أن تكون قيمة حقيقية نكبل متعدد حدود نفسها التي ذكرناها X تكعيد سالب 4 X تربيع زائد 5 X سالب 4 نريد أن نعبر عنها على شكل قوة اللي هي X سالب 3 إذن X سالب 3 هي تساوي W فننطلق هنا نفترض بأن W تساوي X سالب 3 أي أن X تساوي W زائد 3 بالتعويض عن كل X ب W زائد 3 نجد بأن ما يلي الآن X تكعيب وعيد كتابت هنا سالب 4 X تربيع زائد 5 X سالب 4 تساوي ماذا تساوي الآن هذه الآن هنا وهذه هنا وهذه هنا والثوابت تبقى ثابتة وبالتالي X تكعيب سالب 4 X تربيع زائد 5 X سالب 4 تساوي بين Q W زائد 3 الكل تكعيب سالب 4 مضروبة بين Q W زائد 3 الكل تربيع زائد 5 مضروبة في القوس W زائد 3 سالب 4 لأن نفك القوس الأقواس كلها يتها حتى نستخرج قيمة يعني يمكن التعامل معها وبالتالي بعد فك الأقواس هنا الأقواس وإعارة الترتيب نحصل على ما يأتي نحصل على 2 زائد 8 W زائد 5 W تربيع زائد W تكعيب الآن مكان كل W نستعيض عنها ب X سالب 3 اللي هي هذه القيمة وبالتالي الآن تصبح من الشكل التالي الآن تساوي 2 زائد 8 في X سالب 3 القوس صبعا زائد 5 في القوس X سالب 3 لكل تربيع زائد القوس X سالب 3 لكل تكعيب لاحظوا الآن التراتبية التراتبية بدينا بثابت ثم ثابت مضروب بشيء للقوة واحد ثم ثابت مضروب بشيء للقوة 2 زائد يعني ثابت اللي هو واحد بالحال هاي مضروب في قوس للقوة للقوة التكعيب فلاحظوا التراتبية بدينا من الأقل إلى أكثر حتى نستكشف النمط نكمل طبعا هنا W أصبحت X سالب ثلاثة والW التربيع أصبحت X سالب ثلاثة لكل تربيع والW تكعيب أصبحت X سالب ثلاثة لكل تكعيب نكمل يمكننا بناء على ما تقدم التعبير عن أي متعددة حدود رجاء الانتباه عن أي متعددة حدود من الشكل الآتي الآن هذا الشكل الجنرال اللي يلجأ إليه الاقتصاديون أو الرياضياتيون علماء الرياضيات هذا الآن متعددة حدود تساوي ثابت F هنا يساوي ثابت زائد ثابت مضروب في X للقوة 1 زائد ثابت مضروب في X للقوة تربيع زائد ثابت مضروب في X للقوة تكعيب يعني ثلاثة وهكذا حتى ننتهي من الثابت X سب N مضروب في X للقوة N الآن نستطيع أن نعبر عنها بقوة من الشكل هذا اللي هو X سالب ثلاثة وذلك بيجعل W تساوي X سالب A وذلك بيجعل W تساوي X سالب A ثم التعويل مباشرة عن X بدلالة W زائد A كما ذكرنا قبل قليل نكمل الآن هذه الصيغة التي نستخدمها وبالتالي الآن الثابت يبقى ثابت هنا لاحظوا لي و A 1 تبقى A 1 لكن بدل X وضعنا W زائد A بدل X و A 2 تبقى A 2 لكن بدل X نضع W زائد A الكل تربيع وهكذا حتى ننتهي من أنه الثابت يبقى ثابت لكن بدل X تكعيب X القوة N تصبح W زائد A الكل القوة M يسمى هذا مهم جدا من المصطلحات مهمة A يسمى مركز التمدد أو ما يسمى بSenter Expansion يعني معنى آخر عندما نسأل سؤال أنه around what's Center Expansion we want to expand this polynomial فمنقول Center Expansion يساوي A يساوي 5 يساوي 10 يساوي 0 وهكذا فال Center Expansion هو العدد الذين اختاروا حتى نمدد الدال اللي حوله نكمل على بركة الله نكتشف بواسط الاشتقاق الآن أرجو انتباه سنلجأ إلى الاشتقاق والتعويض نمطا محددا يمكن التنبؤ به لأي عدد المشتقات الموجودة أي التي لا تساوي صفرا وسأبين ذلك بالمثال مثال لنفترض وجود متعددة الحدود الآتية ذكرناها قبل قليل F X تساوي X تكعيب زائد X تربيع زائد 2 أول خطوة طبعا بدنا نختار The Center of Expansion أو مركز التمدد طبعا السؤال هنا نريد لاحظوا لي أنه نمدد هذه الدال اللي حول قيمتين القيمة الأولى ثلث والقيمة الثانية خمسة أي أننا نرغب بالتعبير عن الدال بقوة من الشكل X سالب ثلث و X سالب خمسة من هنا الآن نبدأ اللي هي X سالب ثلث بالتعبير أول خطوة هاي الخطوة الأولى رجاء نقوم أولا بتقييم الدال عند مركز التمدد مركز التمدد في حال اللي هو ثلث ثم نشتق الدال عدة مرات إلى أن تصبح آخر مشتقة عددا ثابتا لا يساوي صفرا هنا هذا العدد الثابت لا يساوي صفر رجاء العدد الثابت هنا هذا العدد الثابت هنا يعني لا يساوي اللي نأكتبها القلم لا يساعدني كثيرا لا يساوي صفر لا يساوي صفر وبالتالي الآن أول خطوة نقيم الدال عند مركز التمدد له ثلث في هذه الحالة ثم نشتقها المرة الأولى الثانية والثالثة مهما كان عدد المشتقات إلى أن تصبح آخر مشتقة عددا ثابتا لا يساوي صفرا نكمل على بركة الله الآن الدال مرة أخرى ذكرت قبل قليل اللي هي F بX تساوي X تكعيب زائد X تربيع زائد اثنين نقيمها عند F يعني كما ذكرت أنه نقيم الدال عند مركز التمدد هذا هو مركز التمدد ثلث فتساوي بالحالة نستعيض عن X تكعيب بثلث تكعيب و X تربيع تصبح ثلث تربيع والثاني تبقى ثلث فتكون نتيجة نهائية لتقييم الدال عند مركز التمدد تساوي 58 تقسم على 27 هاي أول خطوة الخطوة الأولى هذه الخطوة الثانية نشتقها مرة أولى والثانية قلنا لأربعة يعني مرات لأربعة خمسة مهما بس مما أنه لاحظوا لمشتقة الأولى تساوي ثلاثة X تربيع زائد اثنين مضبوط المشتقة الثانية تساوي 6X زائد اثنين وآخر مشتقة أصبحت عددا ثابتا لا يساوي صفرا وبالتالي الآن هي آخر مشتقة نحتاج إليها فنقيم الآن فنقيم كما يأتي بالتعويض عن كل X تساوي ثلث بالحال هاي في المشتقات نحصل على ما يأتي لاحظوا لي عندما قيمنا كل الدالة عند F of X اللي هي F of one third حصلنا كما ذكرت على 58 قسم 27 عندما نقيم المشتقة الأولى عند ثلث نحصل على إنها F prime of third اللي هي المشتقة نقول المقيمة عن قيمة اللي هو مركز التمدد ثلث نحصل على الواحة الصحية ثم الآن نشتقها مرة ثانية وثالثة قلنا فأخلنا المشتقة الثانية هذه اللي هي تساوي F of double prime of X تساوي 6X زائد اثنين قيمناها عند الثلث فحصلنا على القيمة أربعة وأخيرا لأن الستة رقم ثابت فقيمنا الدالة مهما كانت فحصلنا على الرقم ستة أو الكمية أو القيمة ستة إذن أربعة قيم هي 58 27 واحد صحيح أربعة وستة هي قيم عندما هنا تقييم الدالة فقط عند center of expansion لكن قيمنا المشتقة الأولى والثانية والثالثة عند center of expansion أو مركز التمدد نكمل على بكات الله إعادة كتابة آخر نتيجة للتذكير فقط بأن تقييم الدالة عند مركز التمدد أعطاني هذه القيمة 58 27 تقييم المشتقة الأولى عند مركز التمدد أعطاني القيمة واحد وتقييم المشتقة الثانية عند مركز التمدد أعطاني أربعة وتقييم المشتقة الثالثة عند الستة تعطاني ستة ما يعني الآن حصلت على هذه القيمة الأولى هذه القيمة الثانية هذه القيمة الثالثة وهذه القيمة الرابعة إذا ما تنتمهوا لي بناء على هذه النتيجة تكون الصيغة النهائية للسلسة كما يأتي لاحظوا هذه الصيغة النهائية constant 58 ثابت 58 قسم على 27 زائد الآن بالقوة X سالب ثلث للقوة 1 زائد 1 على 2 فاكتوري هاي 2 في 1 مضروب في 4 لاحظوا لي هون مشتقة 4 فمضروب كل هذا في X سالب لكل تربيع زائد 1 على 3 فاكتوري هاي 3 2 لاحظوا لي في 1 طبعا أوكي ومضروب كل لاحظوا في X سالب سلط الكل تكعيب الكل تكعيب لكن نستطيع أن نهون علينا هذه الصيغة الكل لاحظة الآن باختصار هذه 1 هذه 2 هذه 1 هذه 1 فتصبح صيغة الدالة يعني مبسطة جدا جدا نكبل بالنسبة الآن التمديد الدالة center expansion فيها أو مركز تمديد تساوي 5 في الدالة نفسها F X تساوي X تكعيب زائد X تربيع زائد 2 تكون إذا قيمنا الدالة عند X تساوي 5 بتكون قيمتها تساوي 152 ثم نشتق ف F يعني قيمنا الدالة عند 5 فقط لغير طل عند 152 المشتقة الأولى دعني أشتقة هنا يعني هنا عندي F X تساوي X تكعيب تكعيب دعني أكون واضح هنا تكعيب زائد X تربيع زائد 2 بدي F prime X تساوي بالحالة هذه 3 X تربيع زائد 2 X إذا ما قيمنا المشتقة الأولى عند X تساوي 5 نحصل على 85 خلينا أمسح هذا كله حتى يكون وارحة اللي بنصال إلها إن شاء الله نكمل طبعا بالاشتقاق الثاني والثالث طبعا المشتقة الأول خلصناها المشتقة الثانية والثالث هذه هي المشتقة الثانية تساوي بتكون إذا قيمناها تساوي عند F يعني قيمنا مشتقة الثانية للدالة عند 5 فكانت القيم 32 والمشتقة الثالثة والأخيرة تساوي 6 وبالتالي الآن حصلت على 4 قيم هي كما يأتي 152 للثابت 85 من المشتقة الأولى 32 مشتقة الثانية و6 مشتقة الثالثة الآن نقوم بالتعويض فتصبح الآن الصيغة النهائية الصيغة النهائية للسلسلة كما يأتي هذه الصيغة النهائية تلاحظوا الآن يمكن لنا الاختصار هذه 152 ثابت 85 ثابت مش مضروب طبعا إلا في x سالب 5 لقوة 1 هنا هذه تصبح 1 هنا 16 وهنا 1 وهذا 1 إذن الصيغة النهائية بتكون كما يأتي اللي هي 152 زائد 85 في x سالب 5 زائد 16 في x 5 لكل تربيع زائد x 5 لكل تكريب هذه الصيغة النهائية التي نستخدمها في يعني التمدد وتوسيع الدالة حسب قيمة center of expansion أو مركز التمدد نعطي مثالا مثال تطبيقي ما هي قيمة الدالة عند هذه القيمة فاصل 20 32 لأقرب 7 خانات للدالة هذه الآن سأطبق مباشرة على السلسلة التي توصلنا إلىها قبل قليل فالآن هذا هو بالتطبيق مباشرة في التمديد في expansion أو ما يسمى يعني بالدالة الممددة تكون القيمة كما يأتي الآن إذا وضعنا f of 20 32 هنا لاحظوا فهذه لا يمكن أن تكون صحية إلا إذا كان ثلث سالب هذه القيمة وبالتالي سالب هذه القيمة لنعوض عنها بكل القيم لاحظوا للنتيجة النهائية للتقدير يساوي 2.049 48 7 لأقرب 7 خانات كما ذكرت لكن لو عوضنا فاصلة 20 32 هنا مباشرة بالأكستر بيع والتكعيب والدين مباشرة نحصل على هذه القيمة لكن قارنوا رجاء هذه القيمة بهذه القيمة نلاحظ بأن التقدير قريب جدا جدا والفرق بيناتهم يقول إلى الصفر لأن أقرب 7 خانات كانت آخر خانة 4 هنا آخر خانة 7 لكن 7 خانات ما يعني ذاك بأنه قريب جدا من الصفر لاحظوا دقة الآن استخدام السلسلة في التقدير هذه تعطينا المقدمة الآن السلسلة التي كليات التي ذكرنا وبالتالي الآن سندخل في سلسلة التي بمثال بسيط جدا نكمل يمكن الآن تطبيق المبدأ في استنتاج سلسلة التي كما يلي الآن سلسلة التي بتقول أي الدالة Fx يمكن التعبير عنها كما يأتي طبعا Center of Expansion A A هي Center of Expansion تساوي F في A بمعنى آخر الدالة مقيمة عند A مضروب في X سالب A للقوة صفر معنا بعطيني واحد والصفر بالرياضيات والصفر عفوا فاكتوريال اللي هو هذا مضروب هذا مضروب الصفر مضروب الصفر اللي هو zero فاكتوريال بالإحصاء والإحتمال والرياضيات يساوي واحد صحيح فإذن الآن لا خوف من التقسيم على صفر لأنه هنا القيمة تساوي واحد صحيح فف أول قيمة اللي هي الدالة مقدرة عند F مضروب في X سالب A للقوة صفر مقسم عصف فاكتوريال إذن تساوي F زائد الدالة بعد اشتقاقها مقيمة عند A اللي هنا F مضروب في X سالب واحد الكل للقوة واحد مقسم على واحد فاكتوريال يساوي واحد وبالتالي يساوي F برايم مقسم عفوا مقيمة عند A مضروب في X سالب A زائد المشتقة الثانية هنا مقيمة عند A ومضروبة لاحظوني مضروبة في X سالب A لكل تربيع لكن عثنين فاكتوريال زائد 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 حتى ننتهي للمشتقة M حيث N قد تكون 5 16 مهما كانت ف F N اللي هي طبعا يعني هنا المشتقة النونية مقيمة الآن عند A مضروب في X طبعا قوس X سالب A لكل القوة نون أو N لكن N فاكتوريال هي N تساوي N في N ناقص واحد في N ناقص دين ضرب طبعا هنا ضرب 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 حتى انتهي ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد كما بتذكروا بالإحتمالات وال يعني استخدام المضروب الفاكتوريال فالآن هذه هي القيمة بنت نطبقها عملية نشوف كيف يعني كمثال عليها ويبقى عندي مهما كان التقدير إلا يبقى عندي ما يسمى بريميندر هذا R هو الريميندر ما يبقى من التقدير الفرق بين الفعل والتقدير نكبل بإذن الله قبل أن يعني أدخل بمثال أحببت أن أضع هذه الرسمة الآن لنفترض هذه الدالة F مهما كان قيمتها أردت أن أقيمها عند هذه النقطة بواسطة طبعا Taylor Series يعني بدي تقدير إلها بواسطة Taylor Series بتقول لي Taylor Series إنه التقدير بس فقط لما وضعنا F بكون عبارة خط مستقيم بعيد خلينا بعدوا بالله ممكن نكون هنا هذه F عندما أخذنا الآن F' الثانية هنا وأضفنا لها ممكن نصير التقدير هنا عندما أضفنا الآن F' F' أو A مضروب في X سالب A لكل تربيع يصبح التقدير يقترب ثم يقترب ثم يقترب حتى تقريبا لا ينطبق 100% لأنه هنا قلنا سيبقى ريميندر مهما كان ممكن يكون واحد بالمليار ريميندر بناء ذلك يعني نفهم الآن بالضبط استخدام سلسلة Taylor من خلال مثال مثال لدينا الآن هذه الدالة F' تساوي E to the power X اللي هي طبعا E العدد النيبيري إذا نذكره أحبتي الطلب المتابعين أردنا تمديدها حول مركز التمدد ساوي صفر مشان نرتاح دعنا نمدد نمدد طبعا في هذا المثال حتى الدرجة الرابعة يعني أربع مشتقات لما نقول الدرجة الرابعة ما عاته أربع مشتقات إذا قلنا الدرجة الخامسة أو الساسة معاته خمسة أو ست مشتقات وهكذا تعلمنا الآن يعني هذا الآن الصيغة التطبيقية لسلسلة تيلر نقيم الآن عند الصفر لأنه مركز تستمد نساوي صفر A تساوي صفر بالحال هاي ثم نشتقها مرة واحد نقيم عند الصفر ونضربها في X القوة ثم نأخذ المشتقة الثانية ونقيمها عند الصفر نضربها في X تربيع وهكذا حتى ننتهي طبعا هنا أربع مشتقات فهي مشتقة الرابعة مقيمة عند الصفر لأنه مركز تستمد يساوي صفرا مضربها في X للقوة أربعة مقسم على أربع فاكتور هنا صفر فاكتور هو واحد صحيح واحد فاكتور يساوي واحد صحيح اثنين يساوي اثنين اربع يساوي اربعة وشرين إذا بتلاحظ فنيجي هسا على F يساوي E to the power X هذا الآن كما ذكرت الصيغة لماذا هلأ الآن قبل ما أكمل F X أرجو نتبوه E تساوي E to the power X هاي من حسن الطالع بأن F برايم طبعا هنا F زيرو يساوي واحد صحيح هنا F زيرو يعني E E للقوة صفر تساوي الصحيح من حسن الطالع بأن F اللي هي مشتقتها الأولى نفسها E to the power X المشتقة الثانية للدالة تقيم على صفر تساوي E to the power X وهكذا لأنه من صفات هذه الدالة بأن المشتقة تساوي الدالة نفسها وسأبين ذلك في أمتن المستقبلي إن شاء الله بعد مقطعين أو ثلاثة بس أرجو أن ترجعوا إلى مبادئ الرياضيات اللي بيقول لنا أنه E to the power X دائما مشتقة تساوي أما E لقوة دالة فتصير E الدالة نفسها يعني مثلا E للقوة X تربيع مثلا كانت عندي F تساوي الآن F' X تساوي 2X في E القوة X تربيع بقيت هكذا وإيجينا الآن أخذنا مشتقة power وأصبحت هنا ومن تابع طبعا لبقية المشتقات فالآن بالتطبيق المباشر لقاعدة اشتقاق F X تساوي E to the power X نحصل على ما يلي تساوي 1 صحيح قيمناها عند الصفر زائد X لاحظوا لي مقيمة عند الصفر تساوي 1 صحيح مضروبة في X على 1 على 1 فاكتوريال بعدين هنا للآن F' مضروبة في X تربيع على 2 فاكتوريال زائد الآن F' ثلاث مرات اشتقناها مضروبة في X تقريب على 3 فاكتوريال زائد للأخير حتى انتهي منها ما هي الصيغة النهائية إذا عوضنا عن هذه الحكي وخلصنا من كل الفاكتوريال واستخدمنا X X X هنا نحصل على القيمة التالية البسيطة جدا نحصل على هذه القيمة هذه الواحد هنا هذه الآن تساوي X أرجو من الطلاب أنهم تابعوني هنا هذه X تربيع على 2 فاكتوريال هنا الآن X تكعيب على 3 فاكتوريال وهنا X للقوة 4 على 4 فاكتوريال كيف يمكن لنا أن نستخدم هذه الصيغة هذه الصيغة الآن أضللها بالأزرق كيف يمكن لنا أن نستخدمها بالمثال البسيط التالي تابعوا معاي أرجوكم ما معنى النتيجة طلعوا الآن هذه النتيجة المهمة جدا نعرف بأن قيمة الثابت E لو تروح على الآل الحاسب أنت على الكالكولياتر نقول له E للقوة 1 صحيح بعطينا هذه القيمة 2.718281828182 وهكذا لو عوضنا عن X في النتيجة في هذه النتيجة أعلى نحصل على ما يلي عوضنا عن كل X 1 1 بالحال هذه زائد 1 بدل X تصبح الآن X تربيع 1 1 1 1 1 ساوى 1 إذن نص زائد 6 زائد 21 24 بعطيني هذه القيمة إذن الفرق لاحظوا بين هذه القيمة وهذه القيمة الفرق بين الفعل هذا الفعل وهذا المقدر هو هذه القيمة اللي هي أقل من 1% لاحظوا السلسلة التير قديش تعطيني الدقة المهم تعتمد الدقة على عدد المشتقات لأنه سيبقى عندي ريميندر هذا الريميندر الآن سيبقى مهما كان عدد المشتقات لكنه يقول إلى الصفر كلما زالت عدد المشتقات وبالتالي أحبتي الآن الفرق الفرق بين الفعلي والمقدر هو أقل 1% دعني أمثل ذلك بيانيا وأسأل السؤال البسيط التالي تبتي البياني على المحور الأفقي قيمة X على المحور العمودي F X الآن F X على المحور العمودي وطبعا F X هنا E to the power X أرجوكم انتبهوا لي فسألت السؤال انه كم قيمة E to the power X عندما تكون X ساوى 5 كانت كما يعني الآن هذه 5 وقيمة الدالة بتكون هذه القيمة لاحظوا لي 148.41 31 59 إذن مقاب E to the power 5 تعطينا هذه القيمة لاحظوا الآن شو السؤال البسيط والتمثيل الآن بواسطة سلسلة Taylor لو عوضنا 5 محل كل X هنا أو خلينا نحط بالأحمر محل كل X وضعنا 5 إذن هنا 1 زائد 5 بعدين 5 تربيع 5 تكعيب 5 القوة 4 وقسمنا على 2 فاكتور 3 وهكذا نحصل على هذه القيمة 65 375 لكن الفرق كبير السؤال كم عدد المشتقات اللازمة كي يكون الفرق بين الفعلي هذا هو الفعلي والمقدر هذا أقل من 1% بمعنى آخر أحبت انتبهوا يشغل من أعمال الآن انه الآن هنا القيمة هذه هنا 65.275 لكن معا يعني انه لابد من زيارة على المشتقات حتى نصل إلى الأعلى 148.41 وعلى 39 أي باتجاه السهم أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن يكون قد قدم لكم الفائدة المجوة بإذن الله وإلى لقاء آخر في مثال آخر إن شاء الله عن سلسل التيران قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته